مع ولادة قمر ذي القعدة يشهد العالم في العاشر من حزيران الجاري أول كسوف للشمس في العام يحجب القمر خلاله الشمس تاركاً حلقة نارية يمكن مشاهدتها من أقصى شمال القارة الأمريكية وفي المناطق القطبية وشرق روسيا في حين ستشهد مناطق واسعة أخرى كسوفاً جزئياً للشمس إذا فاتتك متابعة كسوف الشمس الحالي فما يزال لديك فرصة أخرى هذا العام فمن المنتظر أن يحدث كسوف شمسي ثاني هذا العام في الرابع من كانون الأول المقبل يمكن لهواة الفلك رؤية الكسوف الحلقي من كندا وغرينلاند والمحيط المتجمد الشمالي والسيبيريا في حين سيكون الكسوف الحلقي جزئياً في المملكة المتحدة وإيرلندا حيث يحجب القمر ما يصل إلى 38% من قرص الشمس الكسوف الذي في جميع حالاته يدخل في الأساطير منذ القدم على أنه وجه شؤم قد يحدث تغييرات كبيرة نحو الأسوأ حول العالم ربما لن يستطيع أهل العراق مشاهدة الكسوف وهذا أمر يبعث التفاؤل فالعراق قد شبع من أحداث صعبة يعيشها حتى اليوم أو أن شعبه الذي يسخر عبر منصات التواصل من شدة الظروف الصعبة يريد كسوفاً للفاسدين لا كسوفاً للشمس فهم بحاجتها لتشرق لهم يوماً جديداً من الأمل لهم أنقصنا أناد الكبيرة شكرا